أهلاً اليوم وصفتنا رح تكون ساندويت كبده بصوس طحينة لذيذة وأراهن عليها اللي ما يحب الكبده رح تجبه ببداية رح أحط الزيت والبصل والثوم وبعدها رح أحط الفلفل بارد والفلفل حار وبعدها رح أسوي مكان للكبده بالنص الكبده طبعاً حطيت فيها خل وثوم ونقعتها شوي كده بواشر دقايق وحطيت البهارات عبارة عن كزبر وكمون وفلفل أسود وملح آخر شي ضفت الطماط عشان تبقى الكبده فيها سوائل وما تكون ناشفة مرة أقلبها على السريع وأضيف جبن شجر وأقفلها خمس دقايق لين يذوب الجبن وحط بقدونس على الوجه وبكذا كبدتنا صارت جاسة السوسة طحينة رح أحط طحينة ودبس الرمان ورح أحط ملح وفلفل أسود وليمون وموية وشوي خل وأقلبهم على السريع لين يطلع معي قوام بهذا الشكل وممكن خففها بالموية رح أحط الكبده بسندوشات ميني وممكن تحطونا بسندوش البورغير قدمتها مع مشروب غازي تجربوه عليكم بألف عافية لذيذة